لكن سألت بعض اللاعبين أنا يعني من خلال اللي يشرف عليهم سيد أنغس ويشهد علي الله على كلام اللاعبين يقولون ما في أي إضافة فنية أنا الآن ودي أسمع منك أنت كخابير فني هل أنت تلاحظ في إضافة فنية لسيد أنغس؟ شوفوا الإضافة الفنية شوف إحنا يقول أسلوب اللعب اللي يتبع أنغس أسلوب هجومي إحنا شهدنا الموسم الماضي فريق نجرام تغير 180 درجة وستطاع أن يقدم برايات جيدة وستطاع أن يقدم برايات هجومية وستطاع استقطاب لعبين حتى أثروا في الفريق ومنهم ذهب إلى أندية أخرى الآن والآن في الفيسلي هو المشكلة البرازيليين دائما يبحثون عن متعة يبحثون عن لعب الهجومي وتشجيل الأهداف اللعب المهاري واللعب المهاري له السبب إحنا نشوف الفيسلي ترمه سيء من خلال متابعة للمباراة يلعب بالأسلوب هجومي ومفتوح ويلعب كفريق منافس وهذه هي الغلطة ولكن بالنسبة للأسلوب المدربين شوف فيه مدربين يعني فيه اختار عناصره ويعني فيه يوظفهم ولكن حتى لما تيجي الحصة التدريبية يمكن ما ما فيه هذاك الزخم ولكن تيجي حيانا على اختيارات اللعبين واسلوب اللعب اللي ينتهج وقرأة المباراة وقرأة المباراة لأنه لو يعني ممكن إحنا نتكلم في هذا المجال يمكن فيه مدربين وصلوا لكاس العالم والله لو أقول لك تدريبهم وش كانوا حتى يقولون أنك ما تصدق 45 دقيقة التمرين في 45 دقيقة في الساعة حتى لما يجي يعطيك معلومة أنت ما تصدق أن هذا المدرب وهل اسم الكبير هذا يعني أنت تقول أنه في منهم محاضرين في الفيثة وفي منهم في اللجنة الفنية اللي تقيم بريات فستجد عنده شرس التقرير الفني عن كل فركاته لا ولكن نقول بيعني هذه وجهة نظر هذه وجهة نظر هناك يمكن من هو مبدع داخل الملعب ولكن خارجه يعني حظه ما عنده أي حظ لها السبب نحن نقول للمدربين يختلفون كثير جميعا فيه